السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انطلق النهاردة اخطر دوري في العالم الدوري المصري. طبعا الدور المصري بعد ما كان السنة اللي فاتت اشتعل بشكل كبير جدا بوجود بعض الفرق اللي اضافت للدور المصري بعض من الاصارة والتشفيق زي نادي سيراميكا كولوباترا زي نادي سموحة والمصري اللي ادوا موسم السنة اللي فاتت قوي جدا مع وجود برامد كمان غزل المحلة اللي عمل موسم كويس الى حد ما بنك الاهلي اللي في اخر الدوري كان ماشي بشكل كويس جدا وقدر انه هو يختم الدوري بشكل كبير بشكل كويس جدا بيبدأ الدور السنة دي وبنبدأ كلامنا عن البنك الاهلي. البنك الاهلي بيبدأ الدوري السنة دي بفوز مستحق وفوز قوي جدا على طلاقع الجيش بطل السوبر بسلاسية نصيف. النهاردة بنك الاهلي افتتاح الدوري الممتاز بيتصدر الدوري بفوز مش بس فوز مثلا نتكلم معنا انه فوز وخلاص لا فوز بجدارة واستحقاق صفقات جديدة الناس عارفة بتشتري ازاي وبتدفع في ايه علشان تقدر تستفاد النهاردة ما تشوف هلال جايبين وان ودي دجلة بيسجل سنائية بعد نزولوا في الشوت التاني علشان تبقى صفقة كويسة للفريق مش صفقة وخلاص مش هشتري بمجرد ان انا بشتري. النهاردة البنك الاهلي قدر يكسب النهاردة بنك الاهلي الصفقة التانية اللي هم اجابوها من البنك من الانتاج الحربي المهاجم الافريكي قدر انه هو يسجل هدف التقدم لهم النهاردة. النهاردة البنك الاهلي عمل مباراة قوي جدا وقدر يكسب بطل الصوبر تلاقع الجيش بصلاسية نظيفة. في المباراة التانية ومباراة الجنون والاسارة والتشويق مباراة محدش كان يتوقع نتيجتها ولا يتوقع الاسارة اللي حصلت فيها. المباراة انطلقت مباراة سموحة والاتحاد دربي سكندري خالص ما بين سموحة اللي بيقوده احمد سامي والاتحاد اللي بيقوده حسام حسن. مباراة انطلقت وتقدم نادي سموحة في النتيجة بهدف ثم ثاني ثم ثالث علشان المباراة تبقى انتهت كلينكيا على نادي الاتحاد ولكن بيعود نادي الاتحاد باخطاء فردية من لاعب ومدافع نادي سموحة في كورة ضربة الجزاء كورة ما كانش لها لازم اصلا انها تتحط فيها ايدك اصلا ولكن خطأ فردي بيرجع الاتحاد للمباراة تاني وبسجله الهدف الاول ولكن في بداية الشوت التاني بيسجل نادي سموحة او في الشوت التاني بعد هدف نادي الاتحاد الاول بيسجل نادي سموحة الهدف الرابع وكله تخيل ان المباراة خلاص انتهت سموحة زي ما احنا عارفين جاب اللعب مروان حمدي بنادي زمالك في اخر لحظات المركاتو وقدر مروان ان هاضي قادم نفسه بشكل قوي جدا مع احمد سامي وقدر ان هو يسجل ويصنع وعمل مباراة عمل ولكن خلينا نتكلم عن السيناريو نفسه بعد ما يسجل نادي سموحة الهدف الرابع كل تخيل ان المباراة خلاص خلصت ولكن الراجل حسام حسن وتغييراته ينزل معاز الحناوي معاز الحناوي بيسجل بعد كده سمبوريه كمان بيسجل من ضرب جزاء شوفنا الرياكشن الغريب اللي عمله بعد ما سجل ضربة الجزاء اللي كانت في الديئات تسعة وتمانين خلاص برضو اربعة تلاتة والموراة هتنتهي ولكن المهاجم القفروقي الجديد لنادي الاتحاد قدر ان هو يسجل الهدف الرابع بلقطة اه هدف جميل وهدف ملعوب وهدف فيه عالي جدا من مهاجم بشكل وهيكون حاجة كويسة في الدور السنة دي بعد ما قدر يسجل الهدف الرابع عشان المباراة المرة الصونية الجميلة اللي هتصنف في اخر الموسم افضل مباراة في الموسم ما كانش هيبقى فيه مباراة افضل منها المباراة كانت قوية جدا ونتمنى ان الدور المصري كله يفضل على نفس الشاكلة كده مباراة قوية ومباراة فيها اثارة بتشويق شوفنا التصوير السنة دي بدء بشكل كويس شوفنا الحكام وازاي بتاعهم بزي جديد وشكلهم شكل جديد اي اننا عمل اخطاء التحكمية موجودة على الوقت ضربة الجزاء التانية بتاعتنا دي الاتحاد اشكوك فيها من برة ولا من جوة وبرضو محتاجين توضيح فخلينا نمشي مع الطيار اللي مباراة كانت جميلة جدا واحمد سامة قدم لنا الشوت اول تاريخي حسام حسن قدم لنا تلت ساعة في الاخر برضو تلت ساعة موفق جدا نقدر ان هو يرجع من اربعة واحد الى نتيجة اربعة اربعة تحسب لحسام حسن وايضا عازم نشكر احمد سامي على النتيجة اللي هو عملها وقدمها لنا وقدم لنا نجوم تاني الراجل لو تجي تتفرج على المباراة كأنك بتتفرج على اسمحة بتاع السنة اللي هو ما مشاش منه احمد عبقادر ولا مصطفى فتح يعني عادي ما حصلش حاجة الفريق واقف على رجل الفريق عنده عناصر جديدة زي شكر الهدى سجل النهاردة هدف عالمي من فاول والشكر ده لعب ناشئ من نادي الاهلي يعني خاد احمد عبدالقادر رجعه الاهلي جاب شكري شكري بيتقلق وبيسجل من هدف عالمي من آآ ضربة سبتة في مرمى عبد المنصف عبد المنصف اللي النهاردة تقلق برضو حشال فريقه في لقطات كتيرة كان ممكن النتيجة تفتح اكتر مكافيز تاريخ النادي اسمحة في المجمل المباراة خلصت باربعة احمد سامي لازم يكون راضي عن فريقه بس طبعا مش هيكون راضي عن النتيجة وسام حسن اكيد فرحان بتتعادل ولكن برضو عنده علامات استفهام على فريقه. اخر مباراة كانت مباراة الصاعدين فيوتشر وي انها دي فرقه مباراة كانت برضو آآ مش هنسرع في الحكم عليهم ولكن نادي فيوتشر قدر ان هو هيكسب المباراة وقدر ان هو هياخد اول تلت نقط له في تاريخه في الدور الممتاز وهتبدأ بداية الانطلاق عليهم فرقه لسه هيبحث تاني عن الانطلاق في الجوالات اللي جاية واول تلت نقط تاريخية له تمام فرقه بدأ الشوط الاول مجد عبد العاطي قدر ان هو بشكل كبير كان هو المسك غورة ومستحوز وكان شكل نادي فرقه كويس بعد كده التغييرات اللي عملها علي ماهر في الشوط التاني والمهاجم اللي نزل حسام للمباراة ايمن الصفاكسي اللي بس مش عشان جاب الجون هنشكر فيه لا جاب الجون وقدر بالسرعة الخطيرة اللي عنده قدر ان هو يوصل بكذا كورة وقدر ان هو شكل خطورة وراح بانفراد بسبب سرعاته والتغيير اللي عملها الراجل ان هو نزل عمر كمال يلعب بلاي ميكور رقم عشرة بدل ما هو على الجناح وايمن الصفاكسي هو اللي يزيد في فت حتة الجناح مع وجود مروان محسن ووجود احمد رفعت اللي طبعا في لقطة الهدف الاول عمل الشغل كله واللقطة كلها هو عمر كمال وخاصة احمد رفعت اللي كان في وسط تلاتة وقدر ان هو يعدي ويروح ويكمل لحد ما قدر ان هو يعمل اه دابل باص مع عمر كمال عشان يروح ويحط كورة من العرض الايمن الصفاكسي اللي قدر ان هو يسجل هدف الوحيد في المورا عمر جمال حاول بشكل كبير جدا معنا دي فارقه ان هو يسجل لهم او قدر ان هو حاول ان هو يعمل حاجة في الموراكن ما توفقش والفريق لسه ما نسجمش مع بعضه ولسه برضو آآ طبعا المدرب محتاج ان هو يبقى اسرع في دغيراته شوية في المجمل فارقه في بداية مبشرة لناديين عايزين منهم الكتير في الدوري السنة دي بكرة بقى مباراة الزمالك وامبي وبعده مباراة الاهلي والاسماعيل هنتكلم عن الزمالك وامبي في السريع والتشكيل مش هيبقى في دغيرات كتير غير فاتوح اصلا مش موجود في المباراة وهيبقى عبدالشاء في مكانه الدفاع بتاع نادي الزمالك طبعا عبدالغاني او علاء وجنب الوينش طبعا اساسي مع وجود ابو جبل ووجود اللاعب التنسي المسلوسي كباك يمين قدامهم طبعا طريق حامد امام عشور ويزيزوا على اليمين من شركة على الشمال واوباما في النص رقم عشرة ويسيف الدين الجزيل ناس بتتكلم وبتقول انهم ما عايزين يشوفوا مصطفى فاتح مصطفى فاتح ممكن السنة دي يغضر بشكل كبير جدا وممكن ينطيف تاني مصطفى فاتح اتمنى ان مصطفى فاتح ياخد ويلعب ويبقى هو مسلا مكان اوباما في رقم عشرة لان مصطفى فاتح مش هو اللي هيديك الكرسات الكتير اللي بيهتمد على كارترون مش هو اللي هيدافع من الجنب اليمين مش هو اللي هيروح ويرفع لأ مصطفى بيحب يخش الارب الملعب ويسجل فممكن تستخدمه في مكان اوباما هو اللي يزيد يبقى رقم آآ مهاجم رقم تسعة مكان سيف الجزيرة او يبدل ويامل سويتشات مع سيف الجزيرة يصف الجزيرة يلعب يبقى هو التبديل كده يعني ولكن تمنى ان مصطفى فاتحي نكمل على المسيرة اللي عملها في المسلم اللي فات وستاشر هذا بالله يقدر سجلهم من المسلم اللي فات ونادي الزمالك ما يخصر ناشتاني الموهبة دي ويضيع موهبة كبيرة على القرى المصرية زي مصطفى فاتحي ويبدأ ياخد ماتشات مع نادي الزمالك ويستخدم يعني كل ماتش ينزل ويبقى له دور زي مسلا دورش كبالة بيبقى لازم يبقى له دور آآ اه ناجم لازم يبقى له دور كل دي ادوار لازم تبقى موجودة للعبة دي ويتكون لها دور معكرته وخاصة مصطفى فاتحي اللي موهبة لازم القرى المصرية تستفاد منها بشكل كبير جدا الاهلي بقى في مورات الاسماعيلي الاهلي التشكيل اللي هيبدأ بالاهلي طبعا آآ اعلى لطفي حرست المرمى بنون وايمن اشرف ومعلول واكرم دول الدفاع ديانج والسولية ولا خلاف عليهم طبعا في قلب المعب لان حمد فاتحي مريح سي كاليومين دول قدامهم في آآ الهجوم مادي افشة صانع العاب رقم عشرة وميك سوني على الشمال ويحسين الشحات على اليمين محمد شريف رؤس الحرب الناس عايزة تشوف بيرستاو لكن بيرستاو هتشوفه نص ساعة في اخر مبرجة ده لهو جاهز اصلا مش هتشوفه في بداية المتش علشان لسه الراجل ما لعبش ولا دقيقة واحدة قدامه الجمهور ولا حد شافه ولا حد سمعنا اي نعم هو لاب تقيل واعتبر دولهات هو اعلى لاعب كيمة تسوقية في افريقيا او داخل افريقيا حاليا ولعب جاي متدور للنجلس ولكن مش هيبقى متدار اي نعم برضو البلديات بتحكم ممكن نشوفه في الملعب بسبب ان بيت سمسيماني اصلا مؤمن كل مؤمن بقدراته لكن انا باتكلم عن الادوار الجامعية مع الفريق طبعا على اليمين هيبقى احسين الشحات هو اللي بيقدر يدافع مع اكرم ويروح ويجي بشكل كبير ميكي السون اللي هو الاول دقيقة لعب قدر ان هو يكتسب سقط الجمهور والناس عندها طموحات كبيرة جدا في اللاعب ده ان هو يقدر يشير الجابهة الشمال للنادي الاهلي حمد شريف ويبديله حسام حسن اللي للسنادي ان شاء الله نحب نشوفهم هما الاتنين في الملعب كل مطش على الاقل يبقى الاتنين موجودين واحد يبقى بيلعب والتاني يبقى البديل بتاعه والبديل يلعب على طول يتبقى رجل في الملعب عشان ما يصديش ما يبصش او ما يحسسات الموارات روح من عنده نادي الاهلي عنده سكوات كبير جدا ونادي الزمالك كمان عندي سكوات كبير جدا سمالك بطل الدوري الاهلي عايز يرجع وياخد الدوري ولكن خلينا نشوف الدور السنادي هيبقى عامل ازاي الدور هيبقى قوي دوري الفرق كلها مدعمة معادة فرق بسيطة لما دعمتش ان الشرق ادو الخام ما دعمتش تقريبا لابتنين تلاتة اه مسلا امبي مدعم اه فيوتشار مدعم فارقو مدعم طلع الجيش دعم البنك الاهلي كل الاندية وكل الفرق دعمت بشكل قوي جدا عايزين دوري قوي جدا السنادي عندنا امال في عنديها كتير في الدوري انها تعمل شكل في الدوري يكون فيه صراع قوي في الدوري وزي ما اتكلمت قبل كنا عن الدوري مصري قولت ان سراميكا فيوتشار فارقو سموحة المصري الاتحاد كل دي عنديها مطلوب منها كتير طلع الجيش برضو مطلوب منه كتير عايز ان الدوري كله مصري يبقى الفرق كلها عن ضغط محوط انها تاخد حاجة وتعمل حاجة في الدوري آآ السنادي متعل المصلحة الكرة مصرية تصوير المطشات اللي فاتي دي والتلات مطشات اللي فاته الجودة اختلفت بشكل كبير جدا لازم نتكلم عن الموضوع ده لازم نقول ان احنا في تطور واضح وفي آآ قامرات اللي زادت في المناعة بدأت نشوف اعادات ونشوف حاجات ما كناش بنشوفها في الدوري مصري اول مرة تشوفني واول مرة تتبعيني يا اللي تنزل دوقتي تشترك في القناة وتابع كل حلقات الدوري مصري وهنتكلم وهنتكلم باستفادة عن كل مباريات ونطلع بجراء بعد حلقات مبارات نادي الزمالك ونتيجتها بإذن الله